بمناسبة محمد الشناوي عايز اقول لحضراتكم احنا صبعا كنت رسا بقولكم من شوية ان احنا كده كده قفلنا صفحة كأس العالم للاندية تمام لكن واضح ان البعض من جمهور النادي الاهلي او جمهور بشكل عام لسه ما قفلش الصفحة اوي ولسه واقف عند برضو المجموعة اللقطات اللي شفنا من خلالها طبيعة نظرات الحكمة الامريكية لمحمد الشناوي في مدش الاهلي مع قرواة في مبارات طبعا تحديد المركز التالت والرابع ومن مبارح بالليل لغاية دلوقتي في ناس كتيرا مجددا يعني مش هيرين صور لهذه الحكمة مع زوجها ومع تلات بنات عندها تلات بنات امارات صغيرين بسم الله ما شاء الله وعملين باي يكتبوا ايه كفاية هاري متجوزة يعني انا مش عارف بقول لحضراتكم ايه بس يعني محمد الشناوي عامل شغل الحقيقة عالي في الفترة الاخيرة تعالوا بقى نتكلم شوية عن الماتشين اللي هتلاعبوا النهاردة اكيد حضراتكم عارفين ان النهاردة هتلاعب ماتشين فيوتشر حيلاع بيرامدز تحديدا الساعة ثلاثة لو انا مش غلطان النهاردة وطبعا ماتش بتاعنا الاهلي امام سيراميكا هيكون الساعة السابعة مساء متوقيت القاهرة ان شاء الله فيما يتعلق به حكام الماتشين دول اعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام واجهتي الاهلي وسيراميكا كليفاترة وايضا فيوتشر مع بيرامدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري اختارت لجنة الحكام محمد معروف لادارة مباراة الاهلي وسيراميكا كليفاترة يعاون المساعدان سامي هالهل وسامير جمال والحكم الرابع محمود البنة بينما سيتواجد طارق مجدي كحكم فيديو مساعد ويعاونه محمود ابو الرجال الى جانب طبعا حكم فيديو احتياطي هاني عبد الفتاح اما بقى مباراة فيوتشر وبيرامدز هتكون بادارة تحكمية لامين عمر يعاونه المساعدان احمد توفيق ويوسف البساطي والحكم الرابع محمد عادل بينما سيتواجد محمود عشور كحكم فيديو مساعد ويعاونه احمد حسام طه الى جانب طبعا حكم فيديو احتياطي وهو الوائد شعبان تمنياتنا طبعا لفريقنا بكل التوفيق